قطاع المجتمع المدني قطاع الثالث تسميات عديدة لهذا القطاع الذي أصبح شريك للقطاع العام أو القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحقيق أهداف الدولة حتى الآن في بعض الأبحاث ينظر إلى كسلطة خامسة فالمجتمع المدني الآن تتنامى أهميته وأصبح شريكا للدول في تنفيذ استراتيجياتها وتنفيذ الخطط المختلفة لكن لتنفيذ هذه الخطط وحتى تنجح هذه الخطط لابد من وجود شراكة حقيقية بين الحكومات وبين منظمات المجتمع المدني بين المنتفعين والممولين حتى نصبح نتكلم لغة واحدة والشراكة لا نتكلم فقط عن التنفيذ لكن أيضا الشراكة في الخطط ووضع الخطط الشراكة في التنفيذ الشراكة في المتابعة والتقييم فإذا قمنا بذلك نكون قد حققنا أهدافا نرجو تحقيقها منذ زمن طويل ونشكر الجامعة العربية على مبادرتها لإيجاد عقد لمجتمع مدني حقيقة أنا لا أعرف عن أي مبادرات أخرى سابقة لهذا العقد ونرجو أن تكون هذه الاجتماعات أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى تحقيق الهدف المرجومين ترجمة نانسي قنقر